موسيقى مشاهدينا ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل ومعينا النهاردة فقرة حقيقة مهمة هنتكلم عن حاجات كتير لازم نستفسر عنها ونفهمها عايزين نقول عزم شهيدك تعظيم سلام للضابط محمد الحوفي اللي كتب بدمه ملحمة جديدة من ملاحم رجال الشرطة في حب الوطن وأداء الواجب رجال الشرطة اللي لولا يقزتهم كنا زماننا قدام كارثة في منطقة الأميراية وتعظيم سلام لكل ضابط وعسكري سايب بيته ووقف في الشارع بيحرص أروحنا وبيطبق القانون الأسبوع اللي فات الرئيس عبدالفتاح السيسي قال بشكل واضح وصريح احنا يقزين جدا ومركزين مع اللي فاكرين الدولة مشغولة بموضوع كورونا فعلا كلام الرئيس بيتحقق بعدها بأيام وبعد العناصر الإرهابية حبت تستغل الخوف من فيروس كورونا وتضرب استقرار البلد بإيه؟ بعملية إرهابية لكن الحمد لله الأمن الوطني يقز وأحبط مخطط الحقيقة محدش كان عارف ممكن يوصلنا لفين مبارح كلنا شفنا والأول مرة معركة بين الشرطة والإرهابيين على الهوى بنشوف إجرامهم وخصتهم وخيانتهم لبلدهم وبنشوف برضو التضحية والفداء من رجال الشرطة النهاردة هنحلل مشهد الأميرية واللي حصل فيه والرسائل اللي لازم نقراها كويس من هذا العمل من هذا العمل الإرهابي ومعينا في الستوديو سيادة ألواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق أهلا وسهلا ومعنا أيضا الأستاذ ماهر فرغالي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أهلا بك أهلا وسهلا وبعزي حضراتكم في شهيد الوطن محمد الحوفي أستاذ ماهر خلينا نبدأ من عند حضرتك ليه منطقة الأميرية تحديدا بعد التحية لسيادتك والسيادة اللواء والسادة المشاهدين وبعد التعزية لمصر في فقيدنا محمد الحوفي بصي احنا مش عاوزين نتكلم الكلام اللي بتال كل مرة ونقول منطقة جغرافية وشعبية ومزدحمة وهذا الكلام كله كل هذه الأمور بتجري بطريقة حسب الزوق على هذا الإرهاب ولهذه المجموعات الإرهابية هو دايما بيعتمد على أنه ليه قاعدة في مكان معين ليه ناس اللي هو بيدول الدعم اللوجيستي ومسؤول التسكين في هذه الجماعة أو هذا التنظيم وبنان عليه انت هتلاقي فيه أحيان كتيرة جدا في صحراء الفيوم الأمن الوطني يوصل لمجموعات كتيرة من حسم الإخوانين ودي مش في أماكن أهلة بالسكان لا في معسكراتهم التدريبية لها جاء جنوب في أسوان وفيها الصيوط احنا شفنا حوالي ثلاث مرات الأمن الوطني بيصل لأماكن في الصحراء وأيضا في الأماكن المزدحمة هتلاقي في عرب شركس مثلا كانت خلية إرهابية شديدة الخطورة بقاعدة فاهمة عبد الروف ووصل لها في مكان مزدحم ودارة معركة برضو بس دي كانت في أمتى دي كانت في 2013 محدش كان في زحمة العمليات وزحمة الوضع السياس محدش كانوا يعني المسألة دي فالمسألة تتعلق باسلوب الاستقطاب اسلوب التجنيد اسلوب القاعدة الموجودة اسلوب الناس اللي بتقدم الدعم وتعمل له عملية التسكين في هذه المنطقة هنا التويط التويط فارق مع الموضوع ده التويط فارق في ظرف زي ما حضرتك تفضلت موضوع كورونا هو متصور أن الدولة منشاغلة هو عنده ضغط في شمال سيناء كبير وقبلها بيومين تم تفكيك خلية كبيرة جدا وستة من قيادات الجماعة الإرهابية الموجودة في شمال سيناء سلموا نفسهم فأنت بتتكلمي على ده التفكيك اللي حاصل ده بيؤدي أنه عاوز يعمل رد فعل هنا وعاوز يزبط وجوده ويقوله موجود هو من أواخر عام 2018 حتى هذا التوقيت احنا بنتكلم عن انحضار في مستوى العمليات الإرهابية انحضار كبير جدا بعد العملية الشاملة بعد إغلاق الحدود بعد الضربات اللي هم تلقوها في ليبيا بعد الضربات اللي تلقاها التنظيم الإخواني العنصرين اللي هم شغالين اللي هم الجماعة البيت المقدس والجماعة اللي حاسم الإخوانين اللي اتنين بيتم تم تفكيكهم عشرات المجموعات وهنا ده أدى لها ما تنساش حريك برضو ضربة شام عشماوي طبعا ضربة شام عشماوي بيعتبره تنظيم قاعدة ضربة كبيرة جدا كنا بتكلم عن العنصرين الفعالين شام عشماوي عملية الوحاة وانتهى التنظيم تماما وتم القضاء عليه وقضي عليه بقطع رأس الأفعال كبير على الأموم احنا ماذا يحدث يعني اللي نعاوز أقوله حريك يعني نكون برضو نحن محددين احنا الآن بنتكلم عن الإخوان والفصائل المسلحة التابعة له التابعة لهم بص ده مغزن كبير جدا فيه مغزن هذا المغزن ليه أرضية واحدة أي دلوجيا فكري الإخوان في القلب منها بيتفرع منها تفرعات كتير جدا السلفية الحركية الجهادية وهتلاقي السلفية دي طالع منها تنظيمات وفي نفس المغزن ده هتلاقي بقى تنظيم القاعدة عناصر من داعش هتلاقي خلايا منفردة زياب منفردة كل دول متفقين على هدف واحد ايه هو الفوضى إحداث خلل داخل الدول المركزية وفي القلب منها الدولة المصري طيب سيادة اللواء إحنا دلوقتي العالم كله مشغول في كورونا وهلع من انتشار الفيروس وعندنا ناس بتخطط لعمليات إرهابية للدرجة دي يعني انه التنظيمات الإرهابية دي الخصة اللي فيها وما فيش يعني ده البلد والوطن كله يعني ما فيش حاجات تردعهم أبدا تسمحي لي بس عاوز يعني أضيف حاجة صغيرة كده فضل لماذا الأميرية باختصار كده استنتاجي أنا أولا لأنهما لما بيروحوا صحراء أو مزارع بتبقى سهل اكتشافهم مزرعة زي مثلا ما حصل في الدلينجات زي ما حصل في الشرقية زي ما حصل في الإسمانية أي مزرعة تبقى سهلة أو في الصحراء دي قراءة أمنية بحثة آه تبقى سهلة أنا أندس في وسط الناس دي نمرة واحد نمرة اتنين ما قدرانا إن هما كانوا مستهدفين إيه دايما زي العرف الفور كده يحب يبقى قريب من الحاجة بتاعته هل كانوا مستهدفين كنيسة معينة قريبة ما هو مش هيبقى بسلاحه بأجهزته بمتفجراته في مثلا في الأمرييا ويطلع يعمل حاجة في السويس لا يبقى عايز حاجة زي مثلا أضرب حالتك مثال الشهيد هشان بركات كتشقة فين في نفس الشارع يبقى قريب من الهدف محاولة اغتيال وزير الداخلية كانوا ساكنين في مدينة نصر قريب من الهدف يبقى هنا الأمريا والعميد طحون وقل طحون وقل طحون دايما هو كده التخطيط المجرم يبقى حي يحب يبقى قريب نيجي بقى اللي لسؤال بتا حضرتك اللي هو الخيسة بتاعتهم يعني مهما الظروف فينك ده أنا عايزة أقول حاجة لو جينا كده وطالعنا دفتر أحوال الحوادث الجنائية السرقات والخطف والآخر هنلاقى فتراجعة حتى أحد الصحفيين سألني قال لي هو ليه الجريمة تراجعت الجريمة الجنائية فيه تراجع فيها فيه كذا بنت لكن من ضمنهم الحرامي يا دكتورة الحرامي عنده ضمير يقول لك يا ناس نقصة رغم ممكن يكون محتاج وبطل يسرق ما بينزلش بطل يسرق المافيا وقفت في إيطاليا نعم المافيا وقفت آه يعني شوف ولق والجريمة قلت يا فاندك كمان ما أنا بقول قلت لي وعدل الجريمة قلت لي ليه لأن يقول لك يا ناس نقصة ده الناس مش نقصة يعني شوف قد إيه اللي هو المجرم الجنائي نشاطه الجنائي توقف لأنه حاسس بالناس الخصة دول كلهم دول السبع وغيرهم وأعوانهم واللي محردينهم انت واللي أجر لهم واللي أعادهم واللي أكلهم واللي شربهم واللي بيصرف عليهم طب يا أخي ده أنت بتكفرنا ده أنت بتعملنا ده أنت تكفر وبتكفرنا احنا ده أنت اللي كافر لأنك انت كفرته بكل القيم على الأقل حتى بكل المبادئ الإنسانية هو ده وقته أنا مش بتكلم بقى على على العمل نفسه على العمل نفسه آه بنتكلم على التوقيت واللي ترتب عليه إيه ما هو بينتهز الفرصة فاكر أنه الدولة نايمة ده ما هو ده الجهل بقى عارف الجهل اللي كمان أولا المعلوم تماما أن الأجهزة الأمنية هي ناشطة 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 بس فيه بتيجي ظروف ومناسبات بتزيد من خطاتها الأمنية وتزيد من نشاط إحنا داخلين على إيه؟ على عيد القيام يبقى مين جهلهم؟ أعياد إخونا المساكلين أنت عارف أن فيه أن الأمن مصح صح لك لأن عارف أنك أنت الحس الأمن طيب الأميرية إيه اللي فيها يعني كتير أو إيه اللي كان مستهدف فيها بالزبط منطقة الأميرية لأنه كانوا بيقولوا مثلا فيه ناس بتقول أنها قريبة مثلا من المطارية والمطارية دي فيها إخوان كتير طيب المطارية كان فيها الشقة اللي كان فيها المتفجرات مقادي الأميرية ومقادي المطارية يبقى كلام يبقى هنا مترابط مع بعضهم بيفصلهم شرع واحد طيب هذه الشقة بتاعت المطارية اللي وجد فيها أربع بنادي يعني حريك بحسك الأمني ينزلوا منها على العباسية ينزلوا منها على كنيسة ينزلوا منها ما هو عارف أن ما فيه الشعائر عشان يضرب نفسه يعني المستهدف إخواننا الأخباط يعني هيغلي تعليم في دونهم في عيدهم بإيه ما هي أكيد وربما واحدة من عملياتهم وربما واحدة من عملياتهم وعندهم عمليات تانية كمان أخرى أو أكمنة أو قول أمني متحرك عارفين لكن عايزة أقول حاجة يا دكتور أي أيا كان هدفهم إيه؟ هو هدفهم مثلاً هينزلهم بالعشر بنادي قالي والمتفجرات ولبس الجيش اللي تضبط هينزلوا مثلاً يعملوا سواريخ في الهواء أو يعملوا حفل شعبي استحالة يبقى أيا كان مخططهم استهداف كنيسة استهداف أو أي حاجة في شم النسيم أو قول أمني أو تمركز أو إلى آخره أكيد هيصيب أبرياء هيصيب مدنيين ده الشرطة حفظت على المدنيين وكان ممكن تنهي الهجوم في نص ساعة في نص ساعة يعني طول الفترة دي كان حرصاً وحفاظاً على المدنيين وكان فيه مكبرات الصوت اللي عادوا يقولوا وينبههم محدش يطلع عند الشباك ده أول حاجة نزلت على فكرة هو أنا طالع للساب عادوا ليه؟ ليه؟ مش عشان أحميك كيف أن أنا هدفي أن أنا أحميك يا مواطن من شرهم ومن رصاصهم وألاقي من رصاصي أنا ممكن طائش يصيبك إزاي؟ أو رصاصهم؟ فده أخذت وقت جامد وجهد والناس أنت عارف أن إحنا فضوليين وقفين وراء الشبابيك يتفرجون يا دكتور ويشوفهم مش عارفين وإيه؟ طبعاً فكانت التحذيرات وطول الوقت كان ممكن جداً بالأربجي أخلص نص ساعة وخلصهم لكن حفاظاً على حيات المواطنين المدنيين كانت مهمة الشقة لقوات المسلحة الأهالي الأهالي والمنطقة مزدحمة بالسكان جداً عشان كده أخلوها المنطقة اللي كان فيها الحدث دي منطقة مزدحمة بالسكان يا سيدتي منتشاف العمارة ده العمارة لوحدها طول إيه؟ وجنب منها إيه وشمالها إيه؟ ده كده طيب أنا يعني إحنا عايزين نقول ربنا يرحم يعني صاحب المعلومة اللي كشف عنده اللي هو المقدم محمد الحوفي عليه رحمة الله حوارنا لسه مستمر مشاهدينا حنتلع فاصل ونرجع مستمرين مع ديوفي مشاهدينا ورجعنا مرة تانية ونستكمل بقية حلقتنا النهاردة مع ديوفي الكروم أستاذ مهر عايزة أسأل إنه إيه الجماعات الإرهابية اللي بين الجماعات الإرهابية والأقباط طيب هو يعني ليه دايماً في الوقت في الأوقات اللي هي بتبقى مناسبات كل عيد مع قرب الأعياد والمناسبات ده مش وليد اليوم خلي بالك ده من زمان قوي من أيام حسن تبقى لنا من رؤية الإخوان للأقباط خلي بالك من رؤية الجماعات اللي جات حتى في تأسيس ستاني لها في السبعينات للأقباط وإزاي كانوا بيسروا محلات الدهب بتاعة الأقباط وإزاي كانوا بيماولوا التنظمات من فلوس الأقباط وسيرة الأقباط طيب أولاً سهولة الهدف الهدف موجود منتشر ناس كتيرة مواطنين كتار جداً كنائس موجودة الكنائس دي في أماكن ثابتة فهو سهل بالنسبة له إنه هو يستهدف الأماكن الثابتة دي اتنين الهدف مؤلم وموجع يعني هو لما بيجي يعمل الهدف ده هيوجع الدولة إن دول الوحدة الوطنية وحدة الأمة هو بيفكك هنا وحدة الأمة ده اتنين تلاتة الهدف ده سهل جداً بيصل للخارج بسرعة لما يجي باستهدف خط بيصل للخارج بسرعة رابعاً هو تصوراته من الأقباط عاملين دور كبير جداً مع الدولة دلوقت مساندين جداً لما بعد تلاتين يونيو فهو عاوز يقلم الدولة هنا بيوجع الدولة في ليهم كتاب كده أو كتاب اسمه قطع النياط في رد عادية الأقباط الجماعة بتوع داعش والقعدة والكلام ده الكتاب ده على الشبكة شبكة داكنس فهو بيتكلموا فيه على إن الشيء اللي يصير الفوضى في الدولة المصرية إنك إنت تستهدف الأقباط هو متصور ده متصور إن أنا مستهدف الأقباط هعمل فوضى في الدولة وهنا الأقباط ممكن يجوا في لحظة يرفعوا سلاح فيجوا وردوا علينا فتحسن بقى معارك بين المسلمين والمسيحيين والأقباط فتحسن إيه الدولة تتفكك هو هنا لا يوجد إلا في بيئة فيها توطر الله دي ناس محترمة وطول الوقت محتفظين باحترامهم وكيانهم طبعاً طبعاً فهو بيجي هنا ولكن دي بيئة توطر بيئة فوضى وأنا سوف أوجد في بيئة الفوضى هو ليوجد في بيئة متزنة طبعاً أنا عايزة أسأل سيادة اللواء ما جدي سؤال مهم جداً سيادة اللواء هي الأسلحة دي دخلت إزاي؟ الأسلحة اللي كانت مع الإرهابيين دول أسلحة إيه؟ ده أسلحة آلية دكتورة باسم ده بنادق آلية إحنا شفناش في سينا كانوا مسلحين بإيه؟ ده كان معهم مدافع متفجرات لا المدافع نفسها متعددة الطلاقات مدافع والبتاع اللي هي جاية حريك تقصد أنه جاية من برا مصر هناك في سينا آه طبعاً ده اللي أبنا أقول لما كانت في سينا آه العناصر الهابية وقع في سينا إنما دي بقى دي إيه البندق آلية؟ البندق آلية ده لو فكهاها هتتشاف شنطة صغيرة زي ما إحنا شايفين كده هي دي نوع الأسلحة اللي كانت موجودة؟ بالضبط يعني فدي مش حاجة أقول لبس كمان بتاعه؟ ما تصيرش الزعر يعني قوي أبداً يعني حريك عايز تقول إن ده نوع يعني من الأسلحة؟ ده موجودة في الصعيد موجودة مع الفلاحيون موجودة في الصعيد إحنا كلنا إنما ليجي نظبط بنظبط سلح آلي من دقيقة آلي دي حاجة من قديم الأزل لكن فين المدافع طب هقول لك على حضرتك على حاجة المتفجرات عشان بس أعرف أستاذ المشاهدين إن التمويل انكمش وأصبح افتراوح فين المتفجرات اللي كانت بالمادة ده دلوقتي بقت بدائية حاجة بدائية يعني حريك تقصد إنها الموجودة دي أسلحة بدائية ولا حاجة؟ اتضبط أربع خرطوش وقبل كده خلايا كان معهم خرطوش الخرطوش ده إيه؟ ده فرد كده ده بخمسين جنيه ولا بمية جنيه ولا بتاعده كله كلام فاضي يبقى دليل على إيه؟ يبقى المتفجرات أصبحت بدائية الصنع مش بقى اللي هي المكلفة طيب معلش سؤال؟ حاضر بس سؤال تاني برضو عايزة أستفهم برضو أستاذ المشاهدين يفهموا السلاح ده يعني اللي هو البدائي ده اللي موجود هل بيدخل قطعة؟ يعني ازاي بيمر؟ ازاي مروا لحد ما دخل؟ هل فيه تفسير لده؟ هو أنا عايزة بقول لحضرتك دي بوندو إيه يا قالي؟ اه ايه هو المانع انها وبعدين انه هو الشرطة موجودة في كل شبر وكل متر؟ استحالة استحالة ممكن تدخل في وإحنا بلد مفتوحة ممكن تدخل في العربة زبالة السلاح ده بيتفكك؟ ممكن يبقى يدخل على القطع؟ اه اه ده ده قد كده اه اه ده اللي أنا كنت عايزة وصالت في عربة زبالة أستحالة بحاجة بس عشان الناس اللي يتكلم ممكن السلاح يتقق يعني يبقى قطع أجزائك مش حاجة يا هرم ويعدي بالك أه لا في نقطة مهمة يا دكتورة على رأيك في عربة زبالة في نقطة مهمة عشان بس عشان ناسي بتتكلم على دخول السلاح هو أنا نرجع لـ 2017 هو لما الدولة أو الداخلية وصلت لمغزن البحيرة بتاع جماعة الإخوان المسلمين كان أقبل المغزن ده مغزن أسلحة في أحدى المزارع في الدلينجات كان فيه مدافع ما أنا بقول بذلك كان عايزين أولاهم البلد طيب تعال نشوف وكان فيه مغزن في الفيوم كان فيه مدافع وأسلحة بيتصلح بها جيوش وكان فيه شقة في شرع الليبيني الهرم وكان فيه في أسوان كله ده اتمسك كله ده اتمسك كانت من الخطة الحمد لله أيها طبعا تغزين عمل مخازن ضخمة للأسلحة وبعد كده إرسال قطع قطع منها زي ما هو بيقول مفككة إلى الأماكن أنه هو عاوج يستهدف والقنس نفسه سرب الإرهاب نزل بشدة على فكرة بالتلسكوب وبندق بس أنا عايزة أقول أنه هل أنتم معايا شايفين أنه فعلا سرب الإرهاب نزل بشدة مقارنة بالسنين اللي فاتت طبعا يا فاند الإرهاب نزل إيه كنا زمان بنسمع عن عملية واثنين في اليوم دلوقتي كل أربع وخمش يوم مرة آخر حدثة إرهابية كانت إمتى يا دكتورة بسم آخر حدثة إرهابية كانت في أغسطس اللي هي كانت معهد الأوراق كانت في أغسطس بالزبط وفشلت في أغسطس كم شهر بقى؟ ست شهر طب وده سبعة شهر بس تمنتشر ده في ظل ظروفي بقى في ظل ظروف حدودك الغربية وما يحدث في ليبيا والعائدون من سوريا في ظل الملاجم يا حضرات في سيطرة أمنية أنا عايز أقول للسادة المشاهدين عشان بس نطمئن والبيجعجعهم في القنوات المسمومة ما تسمعوش كلامهم لما نيجي بنشوف المريض ده حالته إيه؟ بالترمومتر الحرارة بترتفع حالته سيئة فيه انخفاض في الحرارة بدأ يتحسم ترمومتر الجريمة الإرهابية هذه من أغسطس وكانت عملية فشل حتى نقطة أورام طب بلاش دي؟ سينة صحراء بتدارسها فين العمليات اللي في سينة؟ الصحراء الغربية قال انكماش رهيب جدا انكماش رهيب جدا فين الاغتيالات اللي كانت بتبقى في وسط القهار اللي بالاغتيالات فين العبوات اللي كانت بتتحط فيه الشوارع احنا مش شوارعنا مفتوحة يا دكتور باسمة من السهل جدا أرح أحطي دي مش كده؟ فين هي؟ تحطت أمام محكمة مصر الجديدة وفي مصطفى النحاس وعند المتحف فين الكلام ده كله؟ لا الكلام ده كله مش منفراغ ولذلك أنا بقول لهم لكل من يسمعني وخصوصا المتشدقين أصحاب القنوات المسمومة أنتوا فشلتوا إيه اللي حققتوه؟ حققتوا إيه؟ ها لغاة دلوقتي ولا حاجة؟ ضربتوا أكمنة؟ ده طب ما هو ده إرهاب لكن لكن اللي أنا عايز أقوله ده قرية الروضة ما عارفوش حتى ياخدوا بيت منها يعني ضربهم شوف الخصة دخلوا المسجد وخلصوا على الناس العزل وهربوا زي الخفافيش إيه؟ إيه كلام الفاضي ده؟ فلازم يا حضرات تعرفوا إن في شرطة في قوات مسلحة في شعب في بلد في بلد في دولة بلد بلد الناس دول حققوا إيه؟ وجارمتهم كل قد إيه؟ عشان نطمئن طب سيد اللي هو هل ممكن يكون المحاولة القيام بالفوضى دي تكون لأنه يعني أنه البلد هم شايفين أن البلد في الحقيقة في مرحلة من مراحل قوتها اللي أفضل من بلاد أخرى كثيرة جدا كنا نظن إنها أقوى ولكن إحنا الأقوى دلوقتي إحنا أقوى في كل حاجة في موضوع زي ما قلت لحضرتك كده إحنا أقوى في مواجهة الإرهاب إحنا بنواجه الإرهاب من سنة كام زي ما بقول دلوقتي إحنا فين من الأحداث الإرهابية؟ هذه قوة طيب جالنا وباء محدش عارف هو فين هنا ولا هنا ولا هنا والعالم تبهدل بيه الدولة عملت إيه؟ ده الأسطول اللي شفناه اللي الرئيس رح شافه بتاع القوات المسلحة حاجة حاجة تفرح الجيش لا بلاش كده والشباب والشرطة الدولة كلها ولا ننسى الإشادة والتكريم الجيش لا بيض الجيش لا بيض وبمناسبة بقى كلام اللي قاله الدكتور ماهر على الأقباط الأوغات دول مش عارفين إن اللي بيعالج المريض الدكتور بطرس الدكتور محمد مش عارفين إن اللي وقفين في الكمين في الجيش أو في الشرطة المسيح جنب المسلم بنواجه عدوه واحد صح فاللي أنا عايز أقوله مصر طلعت قوية جدا في مواجهة العالم كله ده بيقوله أنت عملتوا إيه أنت عملتوا إيه في مواجهة هذا الوباء طيب أنا الحقيقة فيه سؤال بيطرح نفسه النهاردة يعني أنه لحضراتكم أنتم من الاتنين يعني أنا شايفة أنه لحد اللحظة دي محدش أعلن مسؤوليته عن هذه العملية الإرهابية ومحدش قال إحنا ولا نحن ولا أي حاجة هل السبب ده لأنهم فشلوا مثلا هيعلن مسؤوليتهم عن خيبة اللي بيعلن مسؤوليته بيعلن مسؤوليته عن حاجة نجح فيها ده سبعة اتصفهم والأسلحة جات وفشلهم المرحومة الله يرحمه لأن ده كان في الاستطلاع كان في الاستطلاع والاتنين اللي انصابوا وربين يشفيهم إن شاء الله هو يعافيهم التلاتة إن شاء الله فهيعلنوا مسؤوليتهم عن إيه عن فشلهم لو سمحتيني بقى خلاص ولا أول حاجة لا لسا يعني لو حريك عايز تختم لسا لدي أسئلة يعني أستاذ ماهر يعني عايزة أعرف إحنا السبعة دول اللي هم قاموا بالعملية الإرهابية دي في ناس وقفة وراهم وفي ناس بتخطط وفي ناس معاهم يعني قراتك إيه مين دول وإيه المسهد شايفوا إزاي طيب أنا عاوز بس أقول إن احنا اللي بنكلم الكلام اللي بنقوله ده علم هو بقى عن طريق مصادرهم هم لما نشوف مثلا أنا أقول لك مجموعة من الكتابات هم أصدروها بدل من عامل 2013 حتى هذا كتاب الإخوان هو فقه المقاومة الشعبية إخوان مسلمين طيب كتاب دليل العمل المقاوم إخوان المسلمين كتاب بقى بتاع القعدة سر الأحجية المصرية كتاب بتاع داعش كيف نفتح مصر أربع كتب ودول موجودين ومتحين والناس بتجيبهم وكل حال الأربع كتب متفين على حاجة على إن أول الأهداف التي تضرب واحد الجيش شرطة اثنين الاستثمارات وقالوا كده بالنص تطفيش الاستثمارات اثنين تلاتة الأخباط تلات حاجات شوف فقه الاستثمارات ده مهم جدا أيوه فقه المقاومة الشعبية اللي هو بتاع الإخوان المسلمين والسياح بيؤدلج المسألة فقهيا وهي نفس الأفكار بتاعت اللي هي قتال الطيفة والقتال وسيد غطب ولكلا متفقين حتى في الأفكار وحدث تقارب ما بين كل الجماعات دي طيب ايه الحاجة الوحيدة الهدف الفوضى كلهم مجمعين في كيف نفتح مصر وسير الأحجية وفي خلق كيف نفتح مصر عن طريق الفوضى وقالوا بالنص الاستقرار الطريق الى السلطة ام الفوضى قالوا الفوضى طيب وماذا بعد الفوضى هو عايزين ايه هو بيتصور حتى زي كتابهم اللي هو إدارة التوحش عن إدارة الفوضى القاعدة وده كتاب صفحة بيقولوا ان 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 احنا لازم نصل للفوضى فنستطيع ندير الفوضى بالسيطرة على جزء من الأراضي وإقامة إمارة ومتصور ان الفوضى ممكن عاوز يعمل كده في سينة فكرة ساعة ما دخل على الشيخ زويد وعاوز يسيطر ويعمل وجيش ضربوا فهو هنا متصور ان الفوضى هتؤدي بالسيطرة والسيطرة ليستولوا بعد كده يتوسع متمادل زي ما عملت داعش في العراق الله ينور علي فهو ليه بيعمل كده مثال للفوضى بس افكر سيدة المشاهدين بيها فاكرين شوية الناس اللي تلعوا في اسكندرية قال بيدعوا اللي طالعين يدعوا قال يعني خلاص يتدعى ما ينفعش غير في الشارع اللي كانوا بيتجمعوا وقت الحزر بالزبط كده اتدعى وقت الحزر ادي واحدة الله يرحمها دي كانت محاولة يعني الله يرحمها الدكتورة اللي عربية الاسعاف رحت بين متل عامل وشبرال بمتل عامل وشبرال من اللي كان وراها هم للأسف المصداقة اللي كان الخروج عن النظام الخروج عن النظام الفوضى للأسف الفوضى شوفوا شوفوا السفالة للأسف على جزة طبيبة متوفية سنها 64 سنة ما فيش انساني ايه ده انا بس انعايز افكركم عشان محدش يتعاطف محدش يقول اخوان اهي دي بقى لا داعش ولا قعدة ولا حماس ولا ولا الاخر الاخوان بتوع اجا مركز اجا الاخوان وراها ايه ده ايه البشاعة دي بس الدولة وفتلهم بقوة معلش لكن انا انا بكلم على على هدفهم ايه على الخصة فيهم لانه في دولة في دفن واحدة في دولة هم مش مسكوا 23 واحد تقريبا اه واتحبسوا بقرار من نابل عام اهدي بتاعت اسكندرية اهدي تشوفوا بيستغلوا اي عام ما هو ده اللي هم مش قادرين يتحملوه انه في دولة قوية موجودة وقائمة بزدها الآن يعني في الوقت اللي المفروض تبقى اي دولة فيه يعني انه طاح بيها لازم نتكلم احنا دولة متماسكة وقفة يا دكتورة بسمة للعمل الاخواني وعمل الجامعات بصفة عامة اربع محاور محور الاقتصادي ازاي ان هو يمول وازاي في نفس الوقت يفشل اقتصادك انت ده واحد المحور السياسي ازاي اني طوال الوقت هلعب واخليك كلك بالدولة كلها انت في اهتماماتي لكن الدولة انت جزء من اهتماماتها فطول الوقت افشل سياستك احاول ابين ان انت سياستك في كل حاجة فشلة دي المحور التالي المحور التالي المحور الدعوة والاستقطاب ازاي اني اتمدد واتوسع واتبعيندي قدرة على جسب الجماهير واستقطاب الجماهير المحور الخير محور العمل المسلح الإرهابي. فهو أربع محاور بتعمل في وقت واحد. هم شغالين في وقت واحد من الأربع محاور. تمام. سيادة اللواء. هل اللي حصل مبارح ده ممكن يخلي أنه يبقى فيه بعد كده أنه تركيز زيادة على المناطق العشوية؟ يعني المفروض أنه اللي حصل مثلا أنه أو يتعامل مثلا رفع وعي للناس. أنه لو فيه أي حاجة السكان تبلغ. لو فيه حاجة أنه عشان لو فيه حد غريب مثلا في العمارة لازم الناس تبلغ تقول. كل حاجات دي شبهات. المعلومة دي جات إزاي؟ كيف وصلت؟ جات الزابط الله يرحم. أيوة من الوطني. أي أن كان لمين؟ أي. بتيجي منين؟ ده ما هنا. علشان كده أنا دايماً بقول مسلس. الدولة في مسلس كده قوي قوي. الكيش الشرطة الشعب. والشعب يحتل القائمة في الأول. ليه؟ الشرطة هتشتغل بإيه؟ بمين؟ أنا بمعداتي وخططي. وهو إلى آخره. وبالأكمنة بتاعتي. لكن هعرف الخلية دي هنا إزاي؟ ولا دي هنا إيه؟ ولا تجر المخدرات ده مخزانه فين؟ ولا مين عنده سلاح؟ بالمعلومة. بالمعلومة. زي صاحب المشكلة. الناس دول في الشقة دي. بما بيروحي الدكتور مثلاً. الناس دول في الشقة دي. جات إزاي؟ الشرطة جات كده قعدت وشافوا الفنجان وعرفوا إن فيه ناس هنا خليقنا. لا طبعاً معلومة. المعلومة دي أساسها إيه بقى؟ ده بناءنا على سؤال حضرتك بقى. قوة الملاحظة. أساسها شغل وتتوى؟ لا الملاحظة الأول. أنا راجل جار ساكن الله. وإحنا عندنا حب الفضول. الناس دول غريبة قوي. إيه العربات اللي بتجي لهم دي؟ شباب كده وطلعين نازلين وهم مش عارفين. مين دول؟ وما فيش معهم حارين. ما فيش أطفال. ما فيش مش عارفين. ما فيش ما فيش. بيبتدوا هنا الحس الأمن المتوفر عند المواطن. الوعي. مش عند الرب. بس قوة الملاحظة بتاعته ديت بيتبعها إيه؟ متابعة. أنا لاحظت حاجة. أتني وراء الملحوظة لغاية ما أستوثق منها. يبتدق الفارق بقى لعب في عب. لا. ده في حاجة. لا. يا أمن يا وطني. يا أمن عام. فيه كذا 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 في العمارة الفلانية. بس خلاص رماها. تبدأ هنا مهمة الجهاز البحثي أو جهاز الأمن أو الدخلات. خلية علشان تتقصى تشوف دي إيه؟ يتطلع حاجة سلبية. يتطلع إيجابي. زيد على ذلك بقى بيبقى لهم مصادر أخرى مجندة. ده اللي بتاع الأمن وطني. بيبتدقوا بقى آه لا ده فعلا ده فيه خلية هنا ده فيه وراه كذا في كذا في كذا. تبدأ توضع الخطة إزاي هنهاجم وإزاي 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 بتبقى بقى بالتنسيق. يبقى هنا البطل الحقيقي من الشعب المعلومة. كنا يا دكتورة باسمة بنقول دايما للمواطن. أما لو لقيت حاجة. أنت شايفة كده طالع منها سلك؟ ستوب. بلغ. أيام المتفجرات اللي كان بتتمني. أيوة أيوة. نفس الشيء. للسادة المشاهدين. إحنا في المناطق الشعبية بالذات اللي هم بيستخبوا فيها. إحنا عارفين بعض. وعندنا زي بقول حب الفضولة. أي ملحوظة تلاحظها غير عادية. بلغ. ويسيب بقى. الناس قد العشل خبزينه بقى. هم هيبتدوا يشوفوا شغلهم. بس ما فيش ضربة استباقية. حصلت إلا بناء على معلومة من الناس. طيب. أنا بستأذنكم. مشاهدينا هنطلع فاصل. وبعد الفاصل حرجع تاني مرة تانية مع ديوفي. حنتكلم عن التحرك الاستباقي لوزارة الداخلية. لمنع طبعا العملية الإرهابية. وإحباطها. وعاوزين نتكلم عن الدروس المستفادة. مشاهدينا فاصل ونرجع تاني مرة تانية. مشاهدينا ورجعنا مرة تانية وآخر فقرة في حلقتنا النهاردة. وكان آخر فاصل. أستاذ مهر كنا قبل الفاصل بنقول عايزين نعرف يعني إيه هي الضربة الاستباقية اللي حصلت. وفكرة المنع. وبرضو عايزة سيادة لوامكدي برضو يجاوبني برضو من ناحية الأمنية. الانتقال من رد الفعل للفعل من آخر 2017 إلى 2020 النهاردة الداخلية كل عملية. بندافع نحن بنهاجم وبنخلص. لا ده فيه بخط بينه وبعمليات وبإحصايات موجودة من انتقال من رد الفعل للفعل. نهاردة دلوقتي لا الداخلية هي هي السابقة. داخلية في كل عملاتها في الموضوع في المطارية في الحادث المريطية في الحادث الأخير ده. كان فيه حادث برضو في الأليوبية. تكلم لا كل الداخلية هي السابقة. سابقة بخطوة بثلاث خطوات وبأربعة وبخمسة كمان. أنت بتتكلمي عن معدل بيان للعمليات. 2017 1332 عملية. ده حصيات رسمية. نهاردة فيه. زي ما قالت ستله فيه. بقى أنت بتتكلمي على لا. ده انتصار يعني كبير جدا. طب نتيجة الانتصار ده يعني ممكن يكون وقع عليهم إزاي. إيه اللي ممكن يعني يحدث. بص حضرتك لازم نتكلم. نتيجته إيه عليه. نقول بصراحة أن الظروف اللي وجهت مصري خلال الخمس عوامل أخيرة كان الظروف صعبة جدا. ما فيش دولة كانت تتحمل كل الضغوط دي. ما كانش فيه دولة تتحمل كم المعسكرات الموجودة في دولة الخارجية. والعربيات المدرعة اللي بتدخل دفع رباعي عشرات العربات كل يوم. وكمل أسلحة والمخازن السلاح اللي بتتحط في البحيرة وفي أسوان ومش عارف فين. والمجموعات اللي بتتخزن في الوحاة وفي الجبال. عشان تضرف في وقت واحد هم سموه يوم الحسم. الإخوان المسلمين سموه يوم الحسم. أنه هو بيبدأ مرحل التوازن الإعداد والتوازن والحسم. هو أقول لك أنا خلاص أنا 2015 كده وصلت للتوازن. أنا هاحسم العملية كده في 2017-2018. أحسم العملية وأخذ جزء من أسيوت ورايح والفيوم. وبعد كده أبدأ إيه؟ أعمل عمليات في وقت واحد. مخزن السلاح سقط في البحيرة. مجموعات 19 مجموعة 19 جماعة سقطت في مصر. وتفككت إلى الأبد. أجناد نصر فيه؟ همام محمد محمد عطيل اللي كان في الطوابق فيه. ملعاش وجود. ملعاش وجود. فين أنصار الشريعة؟ كتاب حلوان. فين كتاب حلوان؟ فين ولع؟ فين موليتوف؟ فين العقاب السوري؟ فين العقاب السوري؟ فين المخاومة الشعبية؟ فين مش عارف كون الكلام ده؟ فين لواء السورة حتى؟ فين حسمها؟ كله ده بيتفكك. فأنت بتتكلمي على ده ليه فوار كتيرة لأمن الوطن، لأمن المواطن، للحرب، المعركة، اللي انتصرت فيها مصر، معركة ضخمة، معركة الإرهاب الداخلي. تمام. نفس السؤال برضو لسيت اللي هو مجدي. فوائد الاستباقية والمانع؟ يعني دربة الاستباقية؟ دربة الاستباقية مش في الإرهاب بس. بس هي بقت في الإرهاب منتشرة قوي. لكن دايما شغل الداخلية أصلا شغل الشرطة ضربة الاستباقية. هو لو راح جاب مخزن مخدرات ضربة الاستباقية يعني... منع الجريمة يعني. الله ينور علي دي منع الجريمة بأنواعها كده من ضمنها الجرائم الإرهابية فدي اسم الضربات الاستباقية بس هنا بقى الضربة الاستباقية ليه واخدة قوة أكتر من الجرائم الجنائية لأن الجرائم الجنائية مجرم منفرد عصابة صغيرة كده بتسرق مساكم تسرق محلات تجارية بتسرق مواشي فبتبقى ما حدش حاسس بها أنها ضرب استباقية. لا. لكن دي بقى علشان خاطر خلايا مدربة أعلى مستوى من التدريب. الدولارات نزل لهم بالهبل. التسليح ما شاء الله عليه. تسليح مش البنادق الآل والخرطوش. تسليح المدافع وهو إلى آخره. لما يحبطهم وينكمشهم ويفشلهم ضربات استباقية عشان كده لها قوتها أكتر من الضربات الاستباقية المعتادة بالنسبة للجرائم الجنائي. عايزة أقول حاجة بقى عشان أنا عارف أن دي آخر. أيوة في آخر الفقر. عايزة أقول لي سيدة المشاهدين أنا عايزة نشوف اللي أطلقته عليك كلمة الملحمة. حدثة مبارك دي. نمرة واحدة نمرة واحدة الشهيد محمد الحوفي سنة 16 في الوراء أصيب بطلقه رجلو. كان بيواجه إرهابيين كمان. ما كانت إرهابية طيب كان بيواجه عنصر إرهابي وخطلقه رجلو. ما خافشي ما قالتش لأ خلاص. بالعكس ده دخل بقوة أكتر. مين هو محمد الحوفي؟ وحيد أمه وأبوه. طيب هنا. وأنتم كان معينا في مدخلة. أمه وأبوه هنا ما قالوهش لأ يا ابننا كفاية بقى يا ابني. أو قال بقى أو دخل في كارير تاني كده أسهل شوية. لكن لأ. أدي واحدة. أتنين. وهم طالعين القوة دي. القوة اللي طالعة هتهاجم الخلية. أنا بقول لأستاذ المشاهدين تفتكروا أن هم ريحين عارفين أنها حاجة سهلة كده وهتعدي. كل واحد منهم زي ما بنقول بالفلاحي كده حاطت إيه؟ روحه على كفه. روحه على كفه في إيده. يا حضرات فيه أغلى من الروح ومن الحياة. لا خالص. لو أنا شربت كده حاجة كده لقيتها حمضة هتأذيني أو هتنوبني ومن خاف سلم إيه رأيكو بقى الناس اللي طالعين دول وحياتهم وروحهم. ما بنخلصش. بالنسبة للوطن وبالنسبة لكنتا. وفيه أبطال تانية كتير ما بنخلصش المصريين ما بيخلصوش الأبطال. يبقى الناس دي وهي طالعة على الأميرية ممكن جدا أن أنصب ممكن مهما كانت البراعة. وممكن أنزم بيتي مرجعش. وممكن أن أنصب وممكن مرجعش بيتنا. وهناك ناس بيتشاهدوا وهم طالعين ويدعوا ربنا وفقهم. فيه تضحية أكتر من كده فيه قوة أكتر من كده لا إله إلا الله. الدول اللي بيتقال عليهم صدقوا معهدوا الله عليهم. بالضبط كده طيب حاجة تانية بقى مين اللي مضحي محمد الحوفي مضحهش ده خد وسام الشهادة أغلى وسام وخدوا من الله سبحانه وتعالى أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون. اللي ضحى أبوه وأمه. اللي ضحى أهو كده. ولده. وتضحية إيه بقى دكتورة. وتضحية مستمرة. تخيلوا معايا كده. الناس الجوبنا دول اللي هم طالعين بلا هدف. وبيقولوا تكفرين مش تكفريين. هيستولوا على مصر. تساوي إيه البنتين ولاد محمد الحوفي يتحرموا من كلمة بابا. زي ما أولادكم يتحرموا منكم إن شاء الله جميعا وكل من يساهم. دول اللي بيضحهم. كلمة بابا. الأطفال دول. تزوجة اللي بتبع أرمالة والأولاد بيبقوا أيتان. يبقى هنا التضحية دي الناس اللي بتضحي دي. قرأت على الشاشة مكتوبة عظيم سلام. ده أنا سعيدت جدا بحاجة. عشان أقول لكل المتشدقين وكل الأوغاد اللي بيساعدهم والقنوات المسمومة. شفت الشريط اللي بينعوا الشهيد. اللي أظهر. الكنائس جميعا وشمال أفريقيا. وكنائس مصر كلها. الشباب. الإفتاء. الإفتاء. مجلس الوزراء. مجلس الوزراء. الشباب. المؤتمر الشباب مش عارف إيه. مجلس النواب. مجلس النواب. رئيس الجمهورية. مفيش بقول لحضرتك الشريط عمال بيكر الناس دي. لما بتنعي مش بتعني عشان تاخد ده كده يعني حتة فشخرة. أبدا ده عن إيمان صادق. طبعا. بتنعي الشهيد. ده حب للوطن. على فكرة. عارفة يا أستاذة باسمة. أستاذة باسمة. أستاذة باسمة. العرفة يا فندم أي. عارف منين وجبته منين. إيه القارف بتاعكو ده. هو أنت عشان بتقبضوا الدولارات. الشرطة بتضحي. والقوات المسلحة بتضحي. وإحنا كلنا. هو إحنا. في الإرهاب. ما بضحناش كناس كشعب. لا بيضحهم. زي ما قلت كده. الأب والأمة والأسرة وإلى آخره. ما دي تضحية. لا شك في هذا. أو بنضحي. زي كورونا كده. ما فيش حركة. ما فيش مش عارف إيه. ضحينا بخطنا. أو سربنا يهدي الناس. يبقوا كلهم يعملوا كده. بالضبط كده. الناس طالع عايزة تطلع. فإلى أنا عايزة أقوله. إن حادثة إمبارح دي رسائل. طبعا فيها رسائل كتير. لازم نعرف منها. واستباقية. أنا عايزة أعرف. الدولة الموجودة. في ظل أزمتها. في ظل كورونا. في ظل ما يحدث. في ظل أزمات خارجية. يعني موجودة بتواجهها الدولة المصرية. لا أنا موجود داخليا وبقوة. وبستبق الإرهابيين. وشغال في كل الملفات فوقت واحدة. ملف البناء، تعمير، تنمية، الصحة، تعليم. والإرهاب أيضا. داخلي. هو دي الرسالة. لك ونهو متصور أن أنت بتعمل مهتم بملفه وسايد ملفه. حضرتك جاي من هنا يا دكتور. دلوقتي. جاي من الهرم. جاي من الهرم. أنا جاي من مدينة نصر. من بيتنا لغاية ما وصلت هنا. الأكمنة في الشوارع علشان بتطبق القانون بتاع الحزر. طبعا. كام أنا عديتهم؟ كام يا دكتورة؟ قولي. في خط سيري بس. كام؟ في حدود 20 كمين؟ معقول 20. 20. 19. 19 كمين. وكل كمين فيه كامل. الله ينور عليك. الكمين أربعة. إضراب أربعة في 19. ده إيه؟ ده وانوين. أبطل من أربعة. سلحة. وبنقول هي دي الداخلية وهي دي شرطة مصر. هو ده قوات وقيديات جيش مصر. وتحية مصر. نشكرة جدا. إحنا بس قبل ما نختم خليني أقول لحضراتكم أن السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية أجرت اتصال هاتفي النهاردة بالسيدة وفاء محمد مهنة والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي. وقدمت واجب العزاء ليهم وللأسرة. والجدير بالذكر أن السيدة والدة الشهيد موجودة في البحيرة. على فكرة يا دكتورة معلش. أتفضل. سقط كم شهيد. في تراجع من الشرطة في خوف. درس صغير أوي. الشهيد هوائل طحون. الرئيس نزل كده ومن المنصة لغاية السيدة في حفلة عيد الشرطة. حصل إيه؟ يلحق بيه مين؟ مجد عبد المقدم مجد عبد الرئيسي. وابنهم يخش كل الشرطة. شفتوا قد إيه؟ الناس يعني فيه ملايين ملايين من محمد الحوفي. ده حقيقي. ده حقيقي. وحنستمر كده. طب هتستمر. أنا بشكركم ديوف الكرام. وفي آخر حلقتنا النهاردة عايز أقول أنه البلد دي حقيقي محفوظة بيقزة رجالتها في الجيش والشرطة. ومحروصة بدعوات الطيبين من ولادها. ومحفوظة ببركة أولياء الله والقدسين. طول ما فيه رجال حياتهم فدى ترابها هتفضل محروصة. لا إخوان ولا تكفريين ولا تنظيمات هتقدر عليها. محفوظة ومحروصة بوحدة المسلمين والمسيحيين. في أوقات الفرح وأوقات الحزن. كلنا مصريين وكلنا جنب بلدنا. واللي حصل في الأمورية خير دليل الحقيقة. أجهزة أمنية صحية ووعية وعرفة كل كبيرة وصغيرة. وزباط شجعان بتواجه الموت بصدرها. فدى بلدها. ربنا يحفظ مصر من كل شر ومن كل سوق تسباع الخير. ونشوفكو بكرة في حلقة جديدة.